درجة ان سيدنا محمد لما اخمد هذه الفتنة المنافقين ما عجبهمش في الكلام ده لازم يبقى في حاجات سوخنة كده ونحن نتكلم عليها وحاجات اللي انت عارفها دي ما عجبهمش فقال عبدالله ابن ابي بن سلول النبي وقد الفتنة دي لما نرجع المدينة انا بقى هعمل مشكلة تانية لا يخرجن الأعز منها الأذل بشايف نفسه هو عزيز وبيقول على النبي لا يخرجن الأعز منها الأذل سمع النبي الكلمتين دول عشان ابن ابي بن سلول رأس المنافقين ما عجبوش الموضوع ده سمع النبي وسمع عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني اقطع عنق هذا المنافق قال يا عمر وبص رد فعل النبي برضو النبي بيسكت فتنة تانية المنافق ده في الظاهر ده صحابي لانه في الظاهر بيشهد ان لا اله لنا محمد رسول الله عليه السلام فالناس اللي برا شايفه مسلم فقال يا عمر لا ما نقتلوش مع انه رأس النفاق والنفاق ده اشد من الكفر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار قال لي عمر سيبو لألا يتحدث الناس ان محمدا يقتلو اصحابه لما غيرنا اللي مش على دننا يبص كده على الاسلام ويلاقي بنقتل في بعض بنشتم في بعض بنتريق على بعض يقولوا علينا ايه فاكر لما ربنا قال لنا نقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لما غير المسلمين يبصوا على الاسلام شوف ما مجهود النبي فيكم وشوف اثر كلام ربنا اللي زي الشهد وهو نازل عليكم ها يلاولا بنتخنق مع بعض وزعلنين من بعض وبنشتم في بعض ونتريق على بعض وعايزين تهديدات بالقتل والكلام ده وكل واحد خايف يسافر البلد التاني ده مجهود النبي يا جماعة عليه السلام ولا عشان النبي مش بيننا الجواب يا النبي ما بيننا صلى الله عليه وسلم ايوى النبي عايش عايش في قلوبنا ايوى صلى الله عليه وسلم اذا كان انتقل وساب الدنيا للرفيق الاعلى لكن حب النبي ما ماتش ما ماتش في قلوبنا وش كده لما ربنا تكلم على النبي قال وعلموا ان فيكم رسول الله كما ارسلنا فيكم رسولا منكم العلماء بيتكلموا ان كل الانبياء ربنا قال انه ارسلهم الى اقوامهم الا النبي ارسلوا فينا فبيفصلوها الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو سابنا في الدنيا وراح عند ربنا لكنه جوانا حبه ما بيقلش فانا النهاردة بكلم الناس المنصفين العقلاء اللي هم توحيد امة النبي اهم عندهم من انا وبلدي وشعبي علشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان الفتنة دي بتدمر الدين انت عارف بلدك هي شقتك لكن الامة الاسلامية هي العمارة فانت النهاردة تحب انك انت تقول لي شقتك انا بحبك يا شقتي وعايز ازبط شقتي وحافظ على شقتي ما ينفعش بسبب حفاظك على شقيتك تهدم العمارة شقيتك دي جزء من العمارة الكبيرة اللي كلنا عايشين فيها جنب بعض واي خير بييجي على العمارة بيجي علينا كلنا فسيدنا محمد عارف ان اي فرقة ما بين المسلمين بتدمر الدين لان من تعريف الفتنة انها شيء بينقص الدين سواء للمسالم او للمعادي هو مش حلو على الاتنين فسيدنا محمد كان يقول لهم انا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسال الله الا احلم الصلاة والصيام والصدقة قال اصلاح ذات البين